بسم الله الرحمن الرحيم ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيعي إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقل وجهك في السماء فلن يولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطن المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ومالله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبع تهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة موليها فاستمقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء مقدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لحق من ربك ومالله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا أجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونيه ولوتم نعمتي عليكم ولعلكم تهددون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم القتام والحكمة ويعلمكم ما لم تكون تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصمر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصر من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه غاجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون إن الصفى والمروة من سعى لله فمن حج الميتام اعتمر فلا جنح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكل عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وانا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا من كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفر عنهم الأعذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء مفاحية به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والراضي لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من مدون الله أن مدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تمر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطع بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لألون لنا كموتا فنتمرأ منهم كما تمرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم علوع مبين إنما يأمركم بالسوء والمحشا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وما زلوا الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم مكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آبروا كلوا من مطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحب الخنزير وما أقل به لغير الله فما نضر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا وقليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار في بطونهم إلا النار ولا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا قلالة بالهدى ولا عذاب بالمغفلة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذا بالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفول بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في المأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء صفى اتباعهم بالمعلوف وأداء إليهم الإحسان ذلك تخفف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن كنتبك خيرا المصيط للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس وجنفا أو اسمه فأصلح بينهم فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوبوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفوقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقبلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعبة الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ريلة الصيام الرغص إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم دختانون أنفسكم متاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرون ومتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتنوا الصيامين الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد إلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس من الإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنت أتوا البيوت من مزهودها ولكن البر من اتقاه وأتوا البيوت من نبوا بها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوه إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث قبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتند وشد من القاتل ولا تقاتلوهم عند المسج الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم وقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتخوا فإن الله غفور ورحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنتهم يكون الدين لله فإن انتخوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام في الشهر الحرام والحلمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم ومسلم اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوه بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين واعتموا الحج والعمرة لله فإن احسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا به أذن من رأسه ففذيتهم من مصيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وفي الحج وسبعة إذا رجعتم تلق عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد الدقوى واتقوا لي يا أولي الألباب ليس عليكم تناح أن متبتغوا فضلا من ربكم فإذا أبعنتم من علفات فاذكروا الله عن هذا المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث وفرض الناس واستغروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم منازلكم وذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لون نصبهم ما كسبوا الله سريع العساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسمع عليه ومن تأخر فلا إسمع عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الغصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب المساد وإذا قيل له اتقناها خذته العزة من إسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا بسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن وسللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ينزرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله من النبيين مبشرين وممذرين وأرسل معهم الكتاب بالحق ليحبوا بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم المينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أم تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا بهم قبلكم مستهم البأساء والضراء والزنجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أن وفقتوا من خيره فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خيره فإن الله به عليم كتب عليكم القدال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وشد عن سبيل الله وكفر أمه والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمطره وكافر فأولئك حميطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أسحاب صناتهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وغفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتمكنون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم أيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعندكم إن الله عزيز حكيم ولا تنقحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنقحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجند والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرون فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرسوا لكم فأتوهن حرسكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بشر المشتمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسب القلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من النسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصوا بأنفسهن ثلاث نقر ولا يحل لهم أن يكتون ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعونتهن حق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف وتصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيبا حدود الله فإن خبتم أن لا يقيبا حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها هم يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنهكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقول يعلمون وإذا طلقتهم النساء فبلغن أدلهن فأمسكوهن بمعروف وصرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعددوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات لا يهجواه واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعزكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتهم النساء فبلغن أدلهن فلا تعضلون أن يوكحن أزوجهن إذا تراض بينهم المعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله والعوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهره والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسرتهن بالمعروف لا تتلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة من ولدها ولا مولود له بولده وعلى الغارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عم وتراض منهما وتشاود فلا جناح عليهما وإن أرادتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم يذلون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو أكلوت في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن وطلقتم النساء ما لم تفسوهن أو تفرضو لهن فريضا ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتد قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن وطلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضوهن فريضا فنسوا ما فرضوهن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا وقرأوا للتقوى ولا تنسأوا الفضل بينكم إن الله بالناس الرئوف الرحيم حاولنا الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة المستوى وقوموا لله طانتين فإن خبتم فرجالا ربانا فإذا أمنتم وذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يطوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير يخراجا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم للمطلقات مطاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من موديانهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليهم من ذا الذي يقرد الله قردا حسنا في ضعفه له أضعف كثيرة والله يقبه ويبسط وإليه تردعون ألم تر إلى الولئ من بني إسرائيل من بعد من موسى إذ قالوا لنبي الله ومعسلنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من مديادنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكونونه الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولم يؤد سعدا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده باستطعنوا باستطعنوا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية مرضه أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم بقية مما ترك آل موسى وآل هالون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالمنود قال إن الله مرتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغطرف غربة بيده فشربوه منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا دوا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كون من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفضل علينا صورا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاه ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعد الله فسدت الأرض ولكن الله تفضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين